خلال أربعة عيام من أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها جمئية يسرى للأعمال الخيرية حول ثقافة جمال المرأة استفاد المشاركات خبرات ومعارف جديدة في مجال التجميل وخلال الكلمة الختامية للورشة تحدثت رئيسة جمئية يسرى للأعمال الخيرية عن أهمية هذه الدورة الخاصة بتوئية النساء للاهتمام بالمستلزمات التي تساعد في الحفاظ على جمال المرأة ومظهرها الحقيقي ووجهت شكرها لمؤسسة ميار للتدريب والتنمية لوقوفها مع الجمعية اكتساب المرأة محارات التجميل عشان تقدر تتمكن أنها تحترفها كمحنة تقدر تستفيد منها كما تطرق أمين الشؤون الأكاديمية والاجتماعية بجمئية يسرى للأعمال الخيرية رضى يوسف موسى في كلمته عن جمال المرأة مقدما شكره للهضور وأخصت بشكر اللجنة المنظمة لهذه الورشة التدريبية اشتركوا في القناة